اشتركوا في القناة والإنساني والقادرين إلى الانخراط في أعمال الخير للتخفيف من أعباء الأسر المثقلة بتكاليف الحياة في ظل هذه الظروف وثمن العميد طارق الجهود الكبيرة التي يبذلها الجنود المجهولون في الخلية الإنسانية في سباقهم مع الوقت لتنفيذ المشاريع الإنسانية والوصول إلى المستهدفين من المحتاجين وأرى بعض مجلس القيادة الرئاسية عن بالغ شكره لشراكاء العمل الإنساني خاصة الهلال الأحمر الإماراتي الشريك الفاعل في الأنشطة الإنسانية والخيرية التي تنفذها الخلية الإنسانية جدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيريان التحذير من مأساة إنسانية جديدة جراء موجة النزوح من مناطق مديرية حريب جنوب شرقي محافظة مأريب جراء التصعيد الأخير والمتواصل لميليشيات الحوث الإرهابية التابعة لإيران وأوضح مؤمر أن الإحصائية التي نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عن حجم النزوح من المنطقة تكشف النقاب عن مأساة جديدة تسببت بها الميليشيات غير آبهة بدعوات التهدئة وللأوضاع الإنسانية المتفاقمة ولا حرمة الشهر الفضيل وأشار الإيريان إلى أن الإحصائيات رصدت النزوحة 2198 مدنيا غالبيتهم من النساء والأطفال والشيوخ يوثلون 304 أسرى من مناطق أراك وايلة وشرق وضو وملعى واستقرارها في مناطق القاهر وثيب والقويبل والوسيعة العادي ومدينة حريب بعد أن تعرضت قرىهم ومنازلهم ومزارعهم للقصف من قبل ميليشيات الحوثي بالطيران المسير وقذائف المدفعية والهاون بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبر في العاصمة القطرية الدوحة مع المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع فهد الصليط والرئيس التنفيذي لمؤسسة صلتك بدولة قطر حسن الملة بحث سبل دعم القطاع التعليمي في بلادنا واستعرض اللقاء الذي حضره سفير بلادنا لدى الدوحة راجح بادي استعرض العملية التربوية والتعليمية في اليمن واليهود التي تبدلها وزارة التربية في استقرار التعليم بالتعاون مع مختلف الشراكاء الإقليميين والدوليين وسبل التعاون والشراكة بين بلادنا ومؤسستي التعليم فوق الجميع وصدتك بدولة قطر الشقيقة وثمن الوزير العكبر دور دولة قطر الشقيقة في دعم التعليم في مختلف أنحاء العالم دون استثناء بهدف استمرار التعليم ووصوله لدى مختلف الفئات لضمان حصولهم على التعليم مؤكدا حرص بلادنا على تعزيز التعاون والعلاقة مع مختلف الجهات المانحة بما يسهم في دعم التعليم واستقراره أكدت السفارة اليمنية بالقاهرة أن الإجراءات الجديدة المتخذة من قبل سلطات المختصة في جمهورية مصر العربية بخصوص تنظيم الإقامة تشمل كافة الجنسيات المقيمة في مصر وأوضحت السفارة بأن إجراءات الدخول لمواطني الجمهورية اليمنية بحسب ما جاء من الجهات الرسمية المصرية تستمر الآلية القديمة بخصوص التقارير الطبية للقادمين من اليمن للفئة العمرية بين 16 و50 عاما مشيرة إلى أنه بإمكان منهم فوق الخمسين عاما وأقل من 16 عاما الدخول مباشرة من منافذ الدخول المصرية دون تأشيرة مسبقة بغض النظر عن جهات القدوم كما كان معمولا به في السابق ولفت البيان إلى أنه بالنسبة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وأمريكا ممن هم ضمن الفئة العمرية بين 16 و50 عاما يلزم حصولهم على موافقة أمنية أو تأشيرة سفر من إحدى سفارات جمهورية مصر العربية في بلدان الإقامة وهو نفس الإجراءات الذي كان معمول بها سابقا وصلنا إلى النهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدان الفضائية في أمان الله ترجمة نانسي قنقر